جربنا نفس الرشتة أربع مرات قبل كده من 2016 هي نفس الرشتة مع صندوق النقد الدولي تخفيض للعملة حزمة دعم كبيرة لمحدود الداخل رفع الفايدة بشهادات مختلفة رفع الفايدة العادي ثم شهادات مختلفة تتحسن الأمور مؤقتا ثم نعود مرة أخرى مرة بقى نتخبط بكورونا مرة نتخبط بأوكرانيا مرة نتخبط بغزة ثلاثة الإمداد تضخم عالمي وأيضا في الداخل في مشكلات هي الرشتة اللي غلط ولا الصندوق اللي غلط ولا احنا اللي مش عارفين ننفذ ولا ايه لا انتي ذكرت تاريخ واحد حقولك على تاريخين مهمين لأن في فرص ضائعة في فرصة قتيحت لنا في مارس 2015 تحديدا هفكرك بكان المؤتمر الاقتصادي الاول اللي مصر تعمله في شرم الشيخ وكان اول اعلان بعودة مصر الى الساحة الدولية وكل العالم جائر شرم الشيخ علشان يعلن عن رجوعه المصر الى مصر واستعداده للمساعدة ما استغلناش الفرصة تيه في فرصة تانية اتيحت لنا في نوفمبر 2016 لما عملنا التعويم الاولاني اللي هو كان الدرار بتبانية جنيه لو تفتكري طلع لحد 22-23 ثم استقر على 16 وبعد ان الامور كلها جهزة للانطلاق في المرتين او في المرة التانية بالذات عملنا ايه؟ عملنا هذا الاصلاح لكن ما كملناش عليه في الطريق السليم اللي المفروض كان يبقى تمهيد لاعطاء دفع كبرى للقطاع الخاص بالاستثمار والانتاج والتصدير والتشغيل في الحقيقة ان دي كانت الفترة اللي بدأ بعدها تضخم دور الدولة واقتحمها كل المجالات وعزوف القطاع الخاص وتوجسه من انه نقدر يشتغل في جو المنافسة فيه مستحيلة فهي المساعدة مش صندوق النقد صندوق النقد على فكرة انا مش بدافع عنه لانه كويس او وحش احنا احنا مضطرين نلجأ له وكنت اتمنى زي كل واحد يعني خايف على بلده كنت اتمنى قلنا اضطر للجوء اليه لكن احنا مضطرين نلجأ له النهارة كان يمكن قلنا نضطر اللجوء صندوق النقد اه طبعا لو كنا اتحنا لنفسنا الانطلاق اللي كانت ممكنة سنة 15 وممكنة سنة 16 كان ممكن احنا نتحرك من غير ما نقع في هذه الدقيقة فصندوق النقد هو حاجة بنتطر نلجأ اليها لكن لازم السياسة تتحط زي ما بقولك تبقى سياسة حقيقية ونستمر فيها بالفعل لكن احنا اللي عملناها سنة 16 عارفة يقولك ايه اللي قد اشارة يمين ودخل شمال ده اللي عملنا بالضبط محتاجين النهاردة نرجع الى الطريق السليم قبل ما نرجع نتكلم عن الطريق السليم ازمة سعر الصرف الحالية طيب القلق من التعويم الخامس ده هيكون رقم 5 من 2016 لو حسبناها انه يؤدي لمزيد من التضخم لانه في النهاية هو صحيح انه على فكرة تعويم معمول في سوق السوداء خلاص هو موجود والارقام هي دي اللي الناس بتتعامل معاها لكن مع محاولة ضبط سعر الصرف انا هنا بتكلم عن الناس مش بتكلم بقى عن الدولة هذا سيؤدي لرفع الاسعاد بشكل او باخر هنا التعامل هل حزمة الحماية الاجتماعية اللي موجودة دي كافية هل يعني كيف تحمي الدولة مواطنيها في عموما الدول كيف تحمي مواطنيها وهي تقدم على طرق اصلاح صعبة ولكنها ضرورية دول كذا سؤال فخلينا بتدي باخرهم كيف تقبل الدول ما تقدريش تضمالين الناس في لحظات الغلاء الجامدة ان يحافظ على كل مستوى معيشته كما هي لكن بتحطي اولويات فلما بتكون في دولة فيها تعليم سليم ومجاني ورعاية صحية سليمة ومجانية انتي كده شكت في 50% من عبق الغلاء عن اي مواطن لكن لما يبقى المواطن ساعة ما يحصل غلاء كل ما في حياته متعرض ليه انه يزيد مرتين وثلاثة هي دي المشكلة فاحنا مشكلتنا في نظام الحماية الاجتماعية انه الخدمات الاساسية ليست بالجودة اللي تخلي الناس تقدر تطمئن تقول انا مهما اتحرمت من بعض الكماليات او مهما اتحرمت من انا اسافر صيف او مهما اتحمرت من انا اجيب عربية جديدة لكن على الاقل ولادي بيتعلموا وبيتعالجوا وساكن في بيتنا بشكل امن الحد الادنى ده هو شبكة الحماية الحقيقية اللي احنا لازم نكون على المدى الطويل طبعا متوافر عندنا حزمة التدخلات اللي حصلت جيدة مفيش كلام وما بلغ مش بطال ابدا لها مراحظة لكن عليها او انها بتخاطب اكتر يعني القطاع الحكومي يعني هي مش وصلة من نفس القوة الى القطاع غير المنظم وده اللي النهاردة بيعاني معاناة شديدة جدا لانه قنوات الاصول للحكومة طبعا هي اهم حاجة فيها لحد الادنى الاجور لما زيبنا 4000-6000 50 فينا زيادة زيادة كبيرة جدا لكن اللي مشت واقع تحت كندول 5 مليون بس مثلا احنا عندنا اعتقد 5 طبعا بأسرهم خلينا برضو نحط بأسرهم لكن بكلم على طاقة العمل بعد العمالة حوالي كام 30-25% 25 مليون على الاقل على الاقل ففي عندك مساعة الوصول اليها اصعب ربما الوصول اليها شوية بيتم عن طريق بضايا التموين وكرامة وتكافل لكن غير يعني الحزمة الاجتماعية برضو معظمها متاجة في ناحية معينة الاهم من كده انه الحزمة الاجتماعية دي لو كانت يعني هي مطلوبة في كل الاحوال لكن ان كانة ثمة اصلاح هيحصل يبقى لازم نعجل به لانه بعد شوية الحزمة الاجتماعية دي حتتنسي حتبا كانتها متعملتش فلو ده مرتبط بان احنا داخلين على بعض الاجراءات التقشفية شوية اللي ممكن تعمل بعض التضخم لازم ده يتأمل بزرعة رجوعا بقى للاهم من كده هو التعويم نفسه محدش بيدافع عن التعويم لانه حدوه يعني انا اتمنى ما يحصلش تعويم واتمنى ما يحصلش تغير ضخمة في قيمة الجنيه لكن خلينا نسأل لسؤال بالمقلوب هو لسه مرار على الوضع الحالي ده ممكن مستحيل انا كنت في قصيوت في بلدنا من عشرة يامي ممكن كان يدوبك لسه حصلت زيادة سعر الفايدة اللي 2% لزاودها البنك المركزي وانتشرت اخبار عن صفقة ما هتجري على قطع الارض فوصلت البلد بالليل لقيت بمحلات قفلة فسألت قريبا اللي كانوا مستقبليني هناك هو ايه اللي بيحصل قالوا لي المحلات من مبارح قفلة لان التجار متوقعين تعويم فقراروا يقفلوا علشان يزودوا اسعارهم ويرجعوا يفتحوا تاني فحالة الترقب اللي احنا فيها دي عاملة زعر ومخليها زيادة الاسعار خارجة عن كل منطق وعشوائية تماما تماما وتروحي من المحافظة المحافظة تلاقي فرقات ومن يوم ليوم تلاقي فرقات وفي حاجات ما فيهاش حتى مكون دولاري يعني لما استورد حاجة نص التكلفة بتاعتها بالدولار هيزيد لكن لما تلاقي الدروس الخصوصية زادت ما فيهاش مكون دولاري لكن فيها ايه ان المدرس هيستهلك حاجات يعني فيه فيه فوضى عشان كده بقولك خليها نفكر في موضوع السوق الصرف ده مش من منظور هو حلو ولا وحش لكن نقدر نكمل كده أظن اللي جابه لأ اشتركوا في القناة